جمعية راديوز عائلة وطالب عماد الدين روان بمسكنهم بعيد حديد ثلاث يارت حيث قدم رئيس قادة الشافية تعازي لأفراد العائلة كما نقل لهم تضامن كافة المواطنين بولاية وهران مع العائلة في مصابهم الجلل كما كرموا والدة ووالدة طالب عماد بعمرتين في لفتة تضامنية من الجمعية تغطية كالنتي ديار بن داود اليوم نعزو قاع ولاد وبنات والعائلات تعاين حديد وان شاء الله احنا من الواجب بتاعنا باش نضامنه اليوم فرحنا بالإمام اللي يشهد وقاع سكان عين حديد يشهدوا على ولادك والدك بالأخلاق الحسنة وحافظت القرآن عرفي عرفتي شجيبي عرفتي شطربي حافظ عشين حيزب الإمرأة لا يقول لك الموليات انته يا حبيبي م Frogれy يخرج بالرأة يرجع يقول لي ما الصبح حيدي لانانى ضل ما هو اقل لليس مهي هيا آه عيدي ت追ت الانعني علي ان شاء الله قا عنه شي له يا إن شاء الله هيا انت وحاج ترحي إن شاء الله غير تروح هذه الكورونا إن شاء الله الحجر ما عليش لا دي إلخ مش فتادي بدا 말�密 وتروحي الإن عنا ربي إدعينا معاها إن شاء الله علي ال cũngنا عcherتي تروحي هذه كبيه تلاحي قبل رسول تلسي كل الحجر أبيب عشري رحمة الله هو الطفل أو الطالب عماد وألهم ذويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه رجع